لكن في الاخر طلع كلامي صح لان اعملت عملية بعدها بثلاث سنين وعملت عملية كبيرة فاهمني في الاخر هو القرار غلط انا بما اني خدت القرار ان انا روح احترف كان لازم التزم بالعقد بتاعي وانا في القصة دي انا الخسران يعني انا اللي خسرت كل اتجاهات خسرت اسما ان انا لعيب بان ان انا مش ملتزم خسرت ماديا لان دفعت فلوس من جيبي كبيرة جدا فعلا انا دفعت خمسمائة الف يورو وقتها من جيبي غرامة خسرت ان انا ضيعت من حياتي ست شهور ما كنتش بالعب فيهم لحد يناير علشان انا رجعت النادل الاهلي تاني فدي كلها حاجات كانت خسارة بالنسبة لي والواحد ما بيتعلمش ببلاش بس ده درس كان قوي جدا اتعلمته ويمكن قرار كان بالنسبة لي انا هرجع زي ما نادر حكالك انا هرجع مصر يا ابني ازاي انا هرجع مش انا مش قادر اكمل يا عماد يهديك يرضيك قلت له انا مش انا ضهر يتعبني وانا حاسس ان انا هنا مش هقدر اكمل واخد بالك